بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أب القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيب وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجسة وطهرهم تطهيرا قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون أخوة الأعزاء أخوات الكريمات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الليلة هي ليلة السابع عشر من شهر رمضان المبارك ليلة واقعة بدر الكبرى هذه الحادثة التي تركت أثرا كبيرا في تاريخ الإسلام وفي تاريخ المسلمين وتركت دروسا عظيمة على الإسلام والمسلمين لذلك في هذه الدقائق العديدة نحاول أن نسلط الضوء على بعض هذه الدروس العظيمة التي نستلهمها من القرآن الكريم في هذه المناسبة العطرة وفي هذه الليالي العظيمة التي هي ربيع القرآن فشهر رمضان هو شهر القرآن ربيع القرآن هو شهر التدبر والتفكر في آيات الله عز وجل في هذه الآية الشريفة الله يذكر منته وفضله على المؤمنين يقول وَلَقَدْ نَصَرَكُمَ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٍ عادةً الذليل لا ينتصر الضعيف لا ينتصر في معادلات الدنيا اليوم الطرف الأضعف هو الذي لا ينتصر فكيف أن الله عز وجل جعل الطرف الضعيف الذليل هو المنتصر في هذه المعركة فهذا من إعجاز الله ومن فضل الله عز وجل على المؤمنين كيف تحقق هذا النصر؟ نريد أن نعرف كيف أن الله عز وجل نصر المؤمنين وهم أذلة هناك ثلاث محاور وثلاث نقاط مهمة إذا أردت أن الله ينصرك وأنت ضعيف فعليك بهذه الثلاث نقاط إذا تحققت هذه الثلاث نقاط في أي بخلوق في أي بشر فإن الله عز وجل سوف ينصره مهما بلغ ومهما كانت المعركة ومهما كان التحدي عظيما ومهما كان الصراع قويا إذا تحققت ثلاث أمور فإن الله عز وجل سوف ينصرك على عدوك هذا ما بيّنه الله عز وجل في القرآن الكريم النقطة الأولى أيها الأخوة التي حققها رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه رضي الله عنهم وأهل بيته الذين كانوا معه في معركة بدر هم في الواقع حققوا هذا المطلب المطلب الأول الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبتوا أقدامكم إذا الإنسان جاهد في حياته لينصر قيم الله عز وجل لينصر أمر الله عز وجل لينصر دين الله عز وجل فإن الله لن يتخلى عن هذا المخلوق مهما كان مهما كان هذه قصص القرآن الكريم يستعرض لك قصص مع نوح مع إبراهيم مع الأنبياء موسى ومواقفه مع فرعون كل هؤلاء الأنبياء كانوا ضعاف كانوا هم المستضعفين كانوا هم الأذلاء كانوا هم الطرف الأضعف في المعركة إلا أن الله عز وجل لأنه نصروا دين الله ونصروا حكم الله ونصروا قيم السماء فإن الله عز وجل نصره نصره إخوة الأعزاء أخواتي الكرام أولاً الله ليس بحاجة إلى نصرنا الله عز وجل قوي عزيز تعرفون معنى العزيز العزيز هو القوي الذي ليس بحاجة إلى نصرتك ونصرتنا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز لا تتصور أنت تخلي مني على الله عز وجل إذا أنت يوم من الأيام عبدت الله لو أطعت الله أو عملت أي عمل لله لله المنه علينا وعلى المؤمنين الله هو الذي يمن عليكم أن هداكم للإسلام لذلك أن تنصر الله الله ليس بحاجة إلى نصر الله نحن ننصر دين الله وننصر قيم السماء حتى الله يكون معنا نحن بحاجة إلى الله وإلا الله ليس بحاجة إلينا هذه الدنيا من آلاف السنين الذين لم ينصروا الله ذهبوا وراحوا أين عاد وأين الثمود وأين فرعون وأين شداد وأين عاد ونهم كلهم راحوا والله هو الباقي لذلك تنصر الله يعني تنصر قيم السماء وقيم السماء هي شنو أيها الأخوة إذا تلخص حياة وهدف الأنبياء هي ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة الأنبياء ماذا كانوا يدعون الناس؟ يدعون للعدل يدعون لعبادة الله يدعون للأخلاق هذه الأمور معنات ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة هذا هو الدين الدين أنك تراعي الناس تراعي العدل تراعي الأخلاق تراعي أن لا تظلم أحدا ولا تؤذي أحدا وأن تمشي كما يريد الله ليش؟ لأن أحكام الله هي في مصلحتك الله يريدك الصلي لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر يريدك الصوم لأن الصوم فيه مصلحتك وفيها منفعتك الشخصية والعامة لذلك أحكام الله كلها منافع لنا لنا هذا المحور الأول إن تنصروا الله ينصركم فالمسلمون عندما نصروا الله الله عز وجل نصره لذلك في معركة بدر عندما خرج رسول الله من المدينة وتعرفون أن رسول الله ندب ولم يوجب على الناس يعني قال أنا خارج لعير قريش من أراد أن يخرج معي فليخرج ما قال يجب عليكم الخروج لذلك خرج معه ثلاثمائة وثلاثة عشر إنسان خرجوا مع النبي معهم سبعين جمل وفرسان وحتى سيوف ما عندهم كانوا في الواقع كانوا يحاربون بالعصي بالعصي سيوف ما كان عندهم قليلة كانت السيوف ثلاثين سيوف لذلك رسول الله عندما خرج أريد أقول لكم كيف نصر الله عز وجل النبي قال لهم عندما هربت عير قريش تعرفون أبو سفيان جاء بالقافلة اسمها القافلة قافلة قريش أوصلها قريب قريب آبار بدر جاء أبو سفيان بنفسه وجعل يلتمس المنطقة يفتش فيها فرأى آثار لجمال كانت هناك فجاء إلى فضلاتها فجعل يفتها بيده فرأى فيها أثر النوى قال هذه أعلاف يثرب أعلاف يثرب يعني هذا الجمال جاي من يثرب ماكلا نوى في خروجها نوى فعرف أن النبي بعث له من يترصده ومن يترقبه فهرب ضرب وجه القافلة واتجه نحو جدة وخرج من الطريق هرب نجا بالقافلة ولكن النبي الله عز وجل وعده إحدى الحسنيين وإذ يعدكم الله إحدى الحسنيين وتريدون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ما هي الحسنيين؟ إما العير وإما النفير العير يعني يأخذونها غنيمة والنفير الحرب والناس لا تريد الحرب ولكن الله عز وجل وعد النبي إذا حرب أنت تنتصر لذلك هذا وعد من الله وحاشا لله أن يخلف وعده فالنبي أراد أن يستشير أصحابه فقال لهم أشيروا علي فقام المقداد بن الأسود رضوان الله عليه وهو من المهاجرين قال يا رسول الله والله لو خذت بنا البحر لخذنا معك نحن آمنا بك وصدقناك ونحن معك أينما تأمرنا أينما تأمرنا فجزاه رسول الله خيرا وشكر سعيه ثم قال أشيروا علي فقام سعد بن معاذ قال يا رسول الله كأنك تقصدنا نحن الأنصار لأن كانوا هم الأكثر هم الأكثر في المعركة قال نعم لأن الأنصار هم الذين بايعوا النبي على أن ينصرونه في الشدة وأن لا يخذلوا رسول الله صلى الله عليه وآله قال نعم قال يا رسول الله والله نحن آمنا بك وصدقناك ولن نتركك حتى لو خذت بنا البحر فتوكل على الله ولا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنا ها هنا قاعدون نقول لك يا رسول الله اذهب أنت وربك فقاتلا ونحن معكما نقاتل فجزاه رسول الله خيرا وفرح النبي صلى الله عليه وآله هذا معناته قال يا رسول الله أموالنا بين يديك فخذ منها ما شئت وأرواحنا فداء لك اعمرنا بأمرك ففرح النبي صلى الله عليه وآله هذا معناته إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامك فأخبرهم النبي جزاكم الله وإن الله قد وعدني إحدى الحسنيين وكأني أنظر إلى مقتل أبي جهل وعتبة وشيبة بلغهم رسول الله كأني أنظر أن هؤلاء يقتلون غدا ففرح المسلمون من هذا الموقف هذه النقطة الأولى أيها الأخوة محور وإلة الانتصار هي أنك أنت مع الله إن تنصر الله فلا تخاف إن كنت مع الله فظهرك قوي ذكرنا في العام الماضي إبراهيم الخليل كان واحدا فردا واحدا ولكنه كان يعلم أن الله معه لذلك وقف في وجه أمة يقول عنه الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة أمة إنسان واحد لأنه مع الله عز وجل المحور الثاني أيها الأخوة في علة الانتصار وسبب هذا الانتصار هو في الواقع توكلهم على الله عز وجل الذي يتوكل على غير الله في الحديث من توكل على غير الله ذل الإنسان الذي يعتمد على غير الله يخيب ظنه أنت اعتمد على مالك يوم من الأيام مالك يخونك ينتهي اعتمد على الحكومة يوم من الأيام الحكومة تخلى عنك اعتمد على عشيرتك على أقربائك يوم من الأيام عشيرتك وأقربائك يتركونك وحيدا فريدا إلا الله عز وجل وعلى الله فليتوكل المتوكلون على الله لا يخيب من يتوكل على الله لذلك الله عز وجل يقول في القرآن ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه أن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء أدرا الذي يتوكل على الله فهو حسبه لذلك انظروا في حياتنا على أي من تعتمد في حياتك يوم من الأيام يخيب ظنك إلا لو كان اعتمادك مئة بالمئة خالصا على الله عز وجل فإن الله عز وجل لا يخيب ظن الإنسان لا يخيب ظن عبده حاشا لله عز وجل الله هو يعلمنا الوفاء فكيف يترك عبده ومن توكل عليه لذلك من عادة سنة الله في هذه الدنيا من توكل على الله الله عز وجل لا يتركه يقول الله عز وجل في القرآن الكريم واتل عليهم نبأ نوح إذ قال يا قوم أكبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فاجمعوا أمركم وشركاؤكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا على كله هذه الآية الكريمة تشهد أن الله لم يتخلى عن نوح ونوح كان فرداً واحداً فرد واحد الله عز وجل نصره على قومه لماذا؟ لأنه توكل على الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه فهو حسبه لذلك القرآن يذكر هذه القصص قصة بعد قصة حتى نعتمد على الله في حياتنا وحتى نثق بالله عز وجل ونعرف إن أردنا النجاح فأمرنا بيد الله إن أردنا التوفيق فأمرنا بيد الله وإن أردنا الرزق فأمرنا بيد الله إن أردنا الأولاد والذرية فهي بيد الله كل شيء هو بيد الله عز وجل ولكن ضع ثقتك بالله ولا تعتمد على غير الله عز وجل لا تعتمد على غير الله لذلك عندنا من الدعاء يستحب هذه الأدعية تقرأ بعد كل صلاة خصوصا في صلاة الفجر هناك آيات تقوي ثقة الإنسان بالله عز وجل هذا الدعاء وارد في تعقيبات صلاة الفجر بسم الله وصلى الله على محمد وآل محمد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاهم الله سيئات ما مكروا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء لا حول ولا ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما شاء الله لا ما شاء الناس ما شاء الله وإن كره الناس حسب良 الرب من المربوبين حسب良 الخالق من المخلوقين حسب良 الرازق من المرزوقين حسب良 رب العالمين حسب良 من هو حسب حسب 발라 من لم يزل حسب حسب أي من كان مناج تكن للم يزل حسب حسب الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يقول الإمام الرضا من قرأ هذا الدعاء بعد كل صلاة فجر وكل صلاة مغرب ما سأل الله حاجة إلا ويسر الله له حاجته لأن الله يريد منك التوكل يريد منك الاعتماد هكذا فعل المسلمون اعتمدوا على الله عز وجل والنقطة الثالثة أيها الأخوة هو الدعاء والتوسل الدعاء والتوسل هو دليل على تضرعك وتمسكك بالله عز وجل أن أنت متمسك بالله عز وجل وأنت مرتبط بالله عز وجل فكثرة الدعاء هو في الواقع دليل ارتباطك بالله عز وجل شايفين هذا اللي يطلع كل ده شوي يطلع الايفون ويدستكس ميسج مع أهله مع عائلته مع حبيبه مع حبيبته مثلا هذا يرتبط معهم كل لحظة نحن مطلوب مننا أن نذكر الله عز وجل أكثر بكثير مما نرتبط مع المخلوقين فنسأل الله عز وجل ونتوسل بالله عز وجل لذلك عندما وقف النبي أمام كفار خريش ورأى عددهم أولئك ألف والنبي ثلاثمائة وثلاثة عشر إنسان فدخل المسلمين حالة من الضعف من الشعور بالخوف أنهم سوف يغلبون لأن عددهم قليل هم ثلث ذلك ثلثين أكثر منهم فهناك رفع النبي يده نحو السماء وقال بعبارة سمعها الناس اللهم انتهلك هذه العصابة فلا تعبد يعني بعد إذا هلكوا هؤلاء فمن يعبدك إلهي ثم رفع يديه ورفع يديه حتى سقطت عباءته من على منكبه رداؤه سقط من على منكبه وهو يدعي فنزل جبرائيل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين فأستراح رسول الله بشر المسلمين أن ألفا من الملائكة نزلوا بقيادة جبرائيل معكم ففرح المسلمون فرحوا لهذا الفتح الإلهي لأنه تضرعوا إلى الله قل ما يعبأ بكم ربي لو لا دعاؤكم فالدعاء مؤثر في النصر مؤثر في اتخاذ القرار مؤثر في حياة الولد والكبير والمرأة والشيخ مؤثر في حياة كل إنسان فلا تتخلى عن الدعاء لذلك إذا لاحفت ونحن في حياتنا العملية كل صلاة بعدها دعاء وتوسل عندنا أدعية الصباح عندنا أدعية الظهر عندنا أدعية الليل أدعية في نصف الليل الآن في شهر رمضان ربيع الدعاء لا تتخلى عن الدعاء لأنه هو سلاح المؤمن سلاح المؤمن الدعاء وفي الحديث نخ العبادة نخ العبادة الدعاء هذا كان سر من أسراري نصر المسلمين في تلك المعركة لذلك دعا رسول الله صلى الله عليه وآله طبعا كفار قريش كانوا واقفين هناك قام بينهم عتبة بن شيبة قال يا قوم أطيعوني يوما وعصوني دهرا اتركوا محمدا للعرب ودعونا نرجع لا نقاتله عتبة ما كان يريد أن يقاتل قال دعوهم اتركوه للعرب ودعونا نرجع لا تقاتل قام له أبو جهل قال لقد جبنت لأن ابنه ابن عتبة كان مع النبي صلى الله عليه وآله فقال له جبنت وأنت من قريش أنت من عندك عرق مع مع محمد لا تريد أن تقاتله فغضب عتبة قال له سوف تعلم من هو الأمنا حسبا ونسبا ثم شهر سيفه وهجم خرج هو وشيب أخوه والوليد ابنه خرجوا هؤلاء أجداد معاوية يعني جد معاوية أبو هند عتبة أبو هند وشيب أخوه عم معاوية والوليد خال معاوية خرجوا فنادى يا محمد أخرج لنا أكفاءنا خرج ثلاثة من الأنصار فقالوا لا حاجة لنا بقتالكم أخرجوا لنا أكفاءنا فنظر رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الحارث ابن نوفل ابن عبد المطلب ابن عمه قال قم يا عبيدة عفوا عبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب قال له قم فقام وكان يبلغ السبعين من عمره ثم نظر إلى عمه حمزة قال قم يا عم حمزة ثم نظر إلى علي ابن أبي طالب قال قم يا علي ورسول الله رافع يديه وهو يقول اللهم انتهلك هذه العصابة فلن تعبد خرج هؤلاء الثلاثة فانتسبوا لهم فقال عتبة أكفاء كرام يعني انتم من عشرة ننعرفكم نقاتلكم قال أكفاء كرام نزل جبرائيل قبل المعركة الله يريد يتمم الحج على الكفار نزل بهذه الآية وإن جنحوا للسلم فاجنح لها فبعث لهم رسول الله صلى الله عليه وآله قال لهم يا قريش أنا لا أحب أنا أكره أن أبدأكم بقتال فارجعوا وتركوني مع العرب أنت ليش أنت قبيلتي وعشيرتي أنتم قريش أهل مكة لماذا تقاتلونني على ماذا أنا جئت لكم بالدين السمح فأبا أبا جهل لعنه الله إلا القتال قال سوف نقتلهم ونأخذهم أسارا إلى مكة معنا هكذا كان يظن أبا جهل عند ذلك عندما رفضوا بدأت المعركة في ذلك اليوم يقولون التاريخ يحدثنا أول ما بدأ الصراع بدأ بين علي صلوات الله وسلامه عليه ذلك السيف سيف الله عز وجل سيف الله وسيف ذو الجلال الذي كان يدافع عن الله وعن رسوله فقال له الوليد أأنت هنا يا قضم قضم كان يذكره أن علي كان يقضم الآذان والآناف في صباه دفاعا عن النبي صلى الله عليه وآله قال أأنت هنا يا قضا قال نعم أني أعرض عليك الإسلام أن تتشهد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قال حمل جبال الأرض أهون من هذا فرفض ثم تبارزا فما كان من أمير المؤمنين إلا وضربه ضربة على عاتقه أخرج السيف من تحت أضطه فعلقت يده علقت يده اليمنى الوليد تعلقت فأخذها بين رجليه وهز نفسه وقطع يده ثم أخذها بشماله ورمى بها على أمير المؤمنين عليه السلام لكن اختل توازنه وبضربة أخرى على ساقه سقط كالجبل على الأرض ما أمهله أمير المؤمنين لحظات إلا وثار الغبار والمسلمون يسمعون الله أكبر من علي بن أبي طالب فقام رسول الله كبر وكبر المسلمون معه وكان حمزة قد اشتبك مع شيبة حتى انكسر سيفيهما وجعل يتصارعان بأيديهما فنادى المسلمون يا علي انظر إلى عمك قد بهره الكلب فجاء علي من خلف عمه قال يا عم وكان حمزة طويلا قال تأطئ رأسك يا عم فوضع رأسه في صدر شيبة فضرب علي بضربة رأس شيبة أطار بها فنادى الله أكبر ونادى رسول الله صلى الله عليه وآله الله أكبر ثم أجهز على عتبة وكان قد جرح عبيدة برجله وقد جرح فأجهز عليه قتلاه وحمل عبيدة إلى النبي صلى الله عليه وآله هذا كان أول نصر إلهي نصر الله به رسوله نصر الله به رسوله صلى الله عليه وآله في تلك المعركة هناك بعد المعركة اختلط الفريقان قام رسول الله أخذ كفاً من الحصباء ورماها بها على وجوه الكفار وقال شاهت الوجوه فأعمى الله أبصارهم ودخل فيهم المسلمون ما مضت ما مضت دقائق عديدة إلا وانهزم المسلمون هزيمة نكراء يقول بعضهم كنا نسمع قعقة الملائكة أن الملائكة كانت تنصرهم لكن المفسرون يعتقدون أن الملائكة لم تحارب ولكن نزلت تقوية لقلوب المسلمين الحرب الحقيقية هي كانت على يد المسلمين الحرب على يد المسلمين وإن الله فقط أنزل الملائكة لتقوي قلوب المسلمين النبي في وسط المعركة يسمع الحديث وينظر هنا وهنا وتأتيه البشائر قتل فلان وقتل فلان وقتل فلان حتى قال رسول الله صلى الله عليه وآله من له علم بفرعون هذه الأمة يعني أبا جهل أين هو فرعون فجعلوا يلتمسون يلتمسون فجاء صبيان قال يا رسول الله نحن ضربناه وأسقطناه وجاء عبد الله بن مسعود قال يا رسول الله أدركت أبا جهل وفيه رمق يعني واقع على الأرض مجروح وفيه رمق فقلت له أخزاك الله يا أبا جهل أبا جهل كان سيد على ابن مسعود أيام مكة فسألني قال لي لمن ادبره يعني لمن النصر قلت لله ولرسوله ووضعت قدمي ونعلي على وجهه على وجهه قال ما أنت أول سيد تجرأ أول عبد تجرأ على سيده لمن ادبره قلت أدبر لله ولرسوله فقال لي إن كنت تريد قطع رأسي فاقطعه من الصدر لأني زعيم القوم وأريد أن يكون رأسي أكبر رأس شوف الغرور والتكبر والجهل حقيقة أبا جهل كان بمعنى الكلمة فيقول عبد الله بن مسعود فوضعت السيف في فمه وقطعته حتى يكون رأسه أصغر الرؤوس جئت به إلى النبي صلى الله عليه وآله ورميته أمامه فقال والله إنه لأحب إلي من حمر النعم أحب إلي من حمر النعم الحمد لله الذي نصر الله نصر عبده وأنجز له وعده وهزم الأحزاب وحده هذه كانت خلاصة عن تلك المعركة التي يقول عنها المؤرخون قتل من المشركون سبعون قتل نصفهم علي بن أبي طالب عليه السلام وأسر سبعون من الكفار وكان في الأسرة العباس بنه العباس عم النبي وعقيل ابنه أخو أمير المؤمنين هؤلاء كانوا مع كفار قريش جاءوا في تلك المعركة وأخذهم النبي أسار هذه كانت مختصر عن تلك الواقعة التي سميت ببدر الكبرى في تلك الليلة عندما جاءوا بالأسار قيدوهم بالحبال قيدوا الأسار بالحبال وقيدوا العباس عم النبي قيدوه بالحبل قال يا رسول الله تعلم بإني أني مسلم قال نعم ولكن جئت أنت مع الأعداء جئت معهم وهذا حكم الظاهر أنا أعمل بالظاهر فقيدوه وجعلوه بخيمة إلى جنب خيمة النبي صلى الله عليه وآله في جوف الليل النبي يقوم ليصلي وإذا به يسمع أنين عمه حمزة يأن في القيد مقيد مقيد بالحبال وحمزة يأن من ذلك القيد فتأذى النبي صلى الله عليه وآله قال لو رأيتم أن تخففوا على عمي حمزة فلقد عفوا العباس فلقد فلقد آذاني قيده هذا آذاني أنينه العباس كان يأن من هذا القيد فقال لقد آذاني أنينه خففوا عنه فخففوا عنه فبات رسول الله تلك الليلة في ذلك الأجواء أجواء النصر أقول يا رسول الله فداك أبي وأمي إن كان أنين عمك حمزة يؤذيك ولم تستطع أن تنام في تلك الليلة لأنين عمك حمزة فماذا لو سمعت أنين ابنتك زينب سلام الله عليها يوم عاشورى عندما وقفت على التل الزينب نادت ومحمداه وعلياه صلى عليك ملائكة السماء هذا حسينك بالعرى هذا حسينك بالعرى مسلوب العمامة والردى وبناتك سبايا وإلى الله المشتكى هذا كان حال زينب سلام الله عليها يوم العاشر من المحرم عندما نزلت في وسط الميدان لأخيها أبي عبد الله سلام الله عليه جاءت حتى وصلت عند أخيها في تلك اللحظة لذلك هذا الشاعر يصف هذا الحوار بين زينب والحسين عليه السلام أوصيت يا زينب بالعيال عيني تحطيها على الأطفال بسطيع إذ جذب ال Panel أخي هم رباة الدلال fil اذق الله أخوي أخوي بعيني لدعري えて لك عيالك وبقلبي لستت لك أطفالك والموت لا يرضى بدالك نروح كل إحنا في دالك نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله ارفعوا أيديكم بالدعاء هذه لحظات يستجاب فيها الدعاء اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا أسمع السامعين يا أبصر الناظرين يا أسرع الحاسبين يا أحكم الحاكمين يا أرحم الراحمين ارحمنا برحمتك يا الله يا الله يا عدتي في شدتي ويا غوثي في كربتي إليك فزعت وبك استغثت وبك لذت لا ألوذ بسواك ولا أطلب الفرج إلا منك فأغثني وفرج عني يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير إقبال مني اليسير واعفو عني الكثير إنك أنت الغفور الرحيم أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هاد ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنا إنك أنت أرحم الراحمين توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والشهداء ومن مات على الإيمان وأمواتكم وأموات المؤسسين لهذا المجلس نهدي للجميع ثواب الفاتحة